متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حال المنافسة جديدة ما بين جينيس بارك ومانوس الاتنين كل يوم بينزل تقريبا حرفيا بيجي وقت كل يوم بينزلوا حاجات جديدة جينيس بارك نزلت احدث حاجة جينيس بارك اي اي ديزاينر وهي اداة قوية بتخليك تنشئ هوية بصرية متكاملة لمشروعك زي الشعار والعلامة البصرية وتصنيم المنتج التغليف المطلوعات موقع الويب حتى حملات التسويق من خلال كتابة برومت او امر من غير ما تحتاج اي خبرة تصميمية يعني زكال الصناعي هو اللي بيتولى الموضوع من اول من خلال فيديو على قناة جينيس بارك تم شرح كيفية استخدامه في عمل مشروع متكاملة هوية بصرية وشعار لبراند مقهى اسمه مادو وحقيقي الموضوع فعلا مبهر لان الموضوع ماشى من البداية من اول عمل لوجو لحد الموقع الالكتروني وطبعا في النص عمل الجزء المتعلق بالتغليف وايضا المينيوز واللي موجودة على الكاشير واللي بتتقدم للشخص عشان يختار من داخلها والنهاردة هنشوف مع بعض كده مثال ونشوف ازاي محن ممكن نستخدمه بس على سكيل قولاي لان خد بالك انت بشكل كبير جدا هتستهلك كمية نقاط مش طبيعية لما تيه تعمل بروجيكت زي دا وده عيب بقى جينيس بارك ومانوس اكتر منه كمان انه هو بيستهلك كريدتس كتيرة جدا النهاردة هنجرب مع بعض والمثال عبارة عن يصمم لي مكتبة اطفال باسم واندر تيلز فيها كتب بتقدم كتب وقصص تفاعلية مع انشطة تعليمية وفنية وحنشوف حينفذ الموضوع دوت ازاي حنخش على جينيس بارك اي اي حتلاقي الادئة الجديدة اللي هي اي اي ديزاينر لو قفت عليها حيقولك باستخدام امر واحد تقدر انت تعمل تصميم احترافية تقدر تعمل ايدت على التكست والكالرز واللوجو واللي اوت والستايلز كل ده في ثواني انت قدمك حكتين اما تديله الامر كامل ينشئلك الهوية كلها كاملة متكملة وتديله كل اللي انت عايزه او ان انت تمشي خطوة بخطوة وانا بفضل بصراحة ان احنا نمشي خطوة بخطوة ابتدي هستخدمه الوقتي معيكم طبعا تليك 200 نقطة بشكل مجاني ممكن موضوع ماينفعش ان انت تنشي مشروع كامل ب200 نقطة انا متأكدة هستخدمه من خلال الخطة المدفوعة ونشوف الموضوع ده ممكن يتم ازاي هنبتدي ندوس على اي اي ديزاينر هنا طلبت منه ان هو يديني شعار وهوية بصرية مبهجة لمكتبة اطفال باسم الالوان الرئيسية ازرق اصفر احمر الوان زهية طبعا انت هنا بتخاطب الاطفال رسومات بسيطة بتعبر عن القراءة والمغامرات وحبتدي ادوس انتر هنا بس تغيرت الواجهة خلتها للايت بدل الدارك هنا هيبتدي استخدم ادواته 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 خاصة به تفكير هنا حاجة الديزاين حاجة ترشده للتصميم هيبتدي يعمل سيرش برا لسيرش هيبتدي يدور على افكار عشان يديني فكرة قيمة على يعني تجميعاته لكل اللجوهات الخاصة بهذا النوع من البراند هيبتدي يفهم الامجز ونشوف مع بعض النتيجة في الاخر انا كنت بادية باربع تلاف ومتين نقطة هنشوف بقى هستهلك قد ايه عشان اعمل فقط لوجو لسه كمان مش يعني معدلتش عليه ومعملتش اي حاجة زي ما احنا شايفين هنا حيبتدي ولدلي الهوية بتاعتي الخاصة بالشعار الهوية البصرية اذا طبعا تحرك تتحرك في الورك سبيس دي زي ما انت عايز اعتقد انه هيديني اكتر من واحد وفي الاخر خالص انا بختار ما بينهم بالفعل اعطاني ثري لوجوز زي ما انتوا شايفين اعتقد هما ثري بس انا قلت هيديني اربعة اعطاني ثري لوجوز زي ما انتوا شايفين كده مثلا انا شايفة ان افضل لوجو فيهم من وجهة نظري مثلا اللوجو ده انا لوجو زي ده عجبني بس مثلا انا عايزة اغير في الباكجراوند بتاعه حبتدي اكتب ان انا عايزة اغير في الباكجراوند بتاعه ممكن ارفع انا امج من عندي كريفرانس هو استخدم الصورتين دول كريفرانس امجز انا ممكن اضيف صورة من عندي اخليها وارجع تاني اعمل وهنا لو انت عايز تغير يعني تشيلي التكست هتبتدي تعمل ديليت للتكست فالتكست هتتشال من هنا انا عايزة طبعا التكست يكون موجود او تعمل اد لتكست تاني هنا مثلا انا هقوله change the color of back ground the light blue color وهقوله ابلاي هنا هبتدي يعمل edit على اللوجو اللي عجبني او اللي انا اخترته واللوجو ده برضو والله شايفه شكله كويس جدا يعني عجبني برضو ده جميل وكل حاجة وفيه الوان ورسومات زي ما انا طلبت منه بس حاسة انه كتير ده كان اكتر واحد فيهم simple مثلا من وجه نظري زي ما احنا شايفين قام بتغيير ال back ground اللي طلبته منه لو رحنا كده لل full screen ده التغيير اللي هو عمله طبعا لو انت عايز تعمل اي اضافة تانية على اللوجو اعمل ما فيش اي مشكلة طف عليه بعد كده وبتبتدي ان انت تعمله export فيه كمان ودي ميزة من الميزات الحلوة جدا الموجودة بتقدر تعمل بها ايدت على اي صورة زي انك تشيل الخلفية او ان انت تمسح حاجة معينة magic eraser او تعمل read row ترسم حاجة داخل اللوجو او او image expand الحاجات دي كلها كimage editor ممتازة جدا ولكن احنا هنا هنكتفي بالشكل الخاص باللوجو ممكن كمان تضيف عناصر مختلفة داخل اللوجو بتاعك وفي الاخر بتبتدي ان انت تعمل له exporting لو انت عايز تستخدمه طب ممكن احنا نعمل ايه كمان عايزة تصميم داخلي وخارجي لوجهة المكتبة دي وزوايا القراءة التفاعلية الشعار عايزة اعرف بقى المكتبة من جوة التصميم بتاعها هيبقى عامل ازاي عايزة اقولك بقى ان هو استهلك فيه الشعار وانه هو يعمل لي ادت على الشعار اكتر من خمسمائة نقطة يعني حتى المتين نقطة ممكن تعمل بيهم فقط اللوجو في اليوم فانت كل يوم هتعمل تعديل بسيط في النسخة المجانية هنا بيبتدي يعمل لي تصميم داخلي وخارجي لوجهة المكتبة طبعا بيبتدي بقى يدور على صور استوحي منها التصميم ويه حيبتدي الديزاين اللي هو الجزء اللي هو الخارجي انا طلبة منه الانتيريور والاكستيريور هنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة ده التصميم بتاع المكتبة هو هنا عطاني التصميم الخاص بالهول المين هول اوفر فيو لو قفت عليه تقدر تعمل الادت اللي انت عايزه وعطاني التصميم الخاص الجزء اللي الاطفال فيه حيعملوا هنا عطيني فيه هنا شاشة عليها قصص تفعولية وانا طلبت منه ان هو يديني الجزء الخاص بالقصص التفعولية حيكون التصور ليه عامل ازاي يعطيها لي الاطفال في الغالب بيحبوا عودوا براحتهم فهنا الاطفال حيعودوا على الارض زي ما احنا شايفين وهنا فيه حد بيجايد الموضوع ده وهنا الشاشة التفعولية والجزء الخاص بالاعدات وهنا ده المين هول الهول الخارجي فيه برضو اعدات وكل حاجة بزاقل من هول الاساسي زي ما احنا شايفين فانت تقدر كمان تعمل التعديل اللي انت عايزها وبيكون حلوة قوي ان انت تدي للمصمم اللي هو الديكوري تديله الافكار دي يقدر ان هو يعني ممكن طبعا هيحط بقى خبرته عليها ويعدلك عليها ولكن الفكرة الرئيسية للتصميم زي ما احنا شايفين جيدة جدا تعالوا نجرب حاجة اخيرة لان استهلاكو للكريدس غير طبعية يلا بينا طلبت منه بوسترات ورسوم دعائية الورش الحكي والانشطة معرفش هل البوسترات بقى دي بتدعم اللغة العربية ولا لا انا ما كتبتلوش باللغة العربية بصراحة هنا حيبتدي ان هو ينشئ لي البوسترات زي ما انتو شايفين مش هياخد وقت كبير هيعمل لي بوستر مسابقة افضل قارئ بديني فكرة انا ممكن اعمل بوستر لمسابقة اعمل مسابقة اسمها افضل قارئ وبوستر نادي القراءة التفاعلية اللي هو زي المكان اللي كانت الاطفال قاعدين في قدام الشاشة الكبيرة وبوستر ورش او ورشة الفنون الابداعية دي افكار لبوسترات هو لسه شغال عليها زي ما قلت لك هو بيستهلك كريدس كتير واكيد انت لو هتعمل مشروع زي ده مش هيفرق معاك بقى انت تشترك في بلان كبيرة وقيس على ده مش بس مشروع كبير زي ده انت ممكن تعمل حاجات ابسط من كده مثلا بوسترات لمنتجات من يومطاعم ممكن تعمل حاجات كتيرة جدا من خلال هذه الاداة لو روحنا على الفول سكرين حنتصوف مثلا هنا مسابقة افضل قارئ طبعا هو في مشكلة في الكتابة انت تقدر تعمل ادت على الصورة وتعدل الحاجات اللي فيها مشكلة من كذا لحد كذا انت بتقدر انت تعمل ادت على الكلام المكتوب يعني مسابقة افضل قارئ وتبتدي ان انت تعدل في الكلام المكتوب لكن بصراحة انصحك يعني ان انت ما تستخدمش الكريس بتاعتك علشان تعدل على بوستر انا ممكن اخد الفكرة واروح انفذ الفكرة على كنفا وفيه ادوات كتير كمان ممكن تخليني اعمل جراب للتيكست اشيري التكست خالص وابتدي حط التكست اللي انا عايزيه وممكن تقف عليه هنا وتبتدي ان انت تعمل مثلا لكل الحاجات اللي بالعربي وتديم بقى بالعربي اللي انت عايزه على كنفا ودي وجهة نظري بالعربي هو مش بيدعم بالعربي كويس لكن حاوى عايز تعمل بوسترات باللغة الانجليزية لوضع مختلف تماما انا متأكدة يعني ان النتيجة هتطلع كويس بالنسبة لطريقة عمل الـ AI designer الموجود داخل جينيس بارك اي زي ما قلتلك بيستعلي كريدس كتير فاخد بالك انت مش هتقدر في الخط المجانية غير انك تعمل تسك واحد زي مثلا لوجو او شعار حتى لو عشان تعدل علي للأسف ده بياخد من كريدس وبالتالي هتلاقي نفسك بس يعني يا دوبك احملت لوجو واحد ودي مشكلة جينيس بارك ومانوس في استهلاك الكريدس اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفر يو بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فارد منسوش دعمونا باللايك وشير والكومنت لو كنتم من متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا اول مرة بنسى اشترك لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته